اشتركوا في القناة وصاحب الجلالة اعطته جهات الملكية السامية دياله خلال المجلس الوزاري الاخير المنعاقد بالريبط للحكومة لكي تطلق واحد البرنامج لكلفة دياله هي واحد العشرة المليار ديال بدرهم شنه هم يعني المكونات ديال هاد البرنامج لعطى صاحب الجلالة اولا ندعمو الفلاحة على مستوى الاعلاف ثانيا تدخلوا في الانتاج عبر دعم المدخلات اللي عرفت واحد الارتفاع واللي ساهمت الى حد ما فانه توقع واحد الارتباكات على مستوى الاسعار ديال المجموعة من المواد الفلاحية وايضا كان برنامج واحد اخر اللي صاحب الجلالة الشرف عليه واللي هو المرتبط بالزويد بالماء الصالح للشرب والماء ديال السقي يجب ان نعترف يجب ان نتصافق في بلادنا اليوم جميعا بان واحد من المسببات ديال الارتباكات اللي وقعت على مستوى الانتاج ديال الجملة من المواد وانا كنت تكلم عن المواد الفلاحية هو الانخفاض الكبير جدا في كمية المياه اللي كانت كتعطى الفلاحة سنوات الماضية كانت المياه التي تخصص للقطع الفلاحي كتجوز ربعا المليار متر مكعاب السنة الماضية رهما موصل نشطة الواحد المليار فاصلة ستة بمعنى ان هناك عجز كبير قدر يتقدر بـ 75% وهذا هو اللي اضطر على المساحات المزروعة اضطر على الانتاج اضطر على الهدف فلذلك الحكومة كانت تدخل عبر جوجة البرامج اللي كلها فيها توجيهات ملكية سامية البرنامج الأول ديال الماء نوفره الماء بشكل معقول وكافي والمشروع الثاني هو المشروع ديال نتدخل في الانتاج قبل قمنا بحل مجموعة من الاجراءات لمواكبة تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء وربما من خلال هذه الندوة هذه في كل مرة كنا نتكلموا عليها اولا الاعفاء من الرسم ديال الاستيراد تانيا الاعفاء من ضريبة على القيمة المضافة تجيع مجموعة من المتدخلين والمستوريدين والمنتجين للحوم الحمراء على انهم يمشيوا بشكل اكبر في هذا المصار هذا وجد يعني القرار المشترك بين وزير الفلاحة ووزير المكلف بالميزانية واللي اعطى ذاك الدعم اللي تكلمتي عليه في الاستيراد الان بالاضافة لاجراءات واحدة اخرى اللي مرتبطة بالترقيم ديال عدد رؤوس الاغنام والمعيز لموجهة لهذه العملية بالاضافة لتوفير جمعة من نقاط ديال البيع لكي يسهل اقتناء الاضحية فهذه المجهودات هذي كلها بالاضافة للمجهودات اللي تكلمت عليها ديال التدخل في العالم وفي لغير ذلك انا متأكد بانها ان شاء الله غادي تعطي واحد النتائج على مستوى اولا توفير هذا الاضحي بشكلين ان شاء الله اللي يكون يعني بشكل كبير على مستوى النقاط ديال البيع وديال الاقتناء ديال المواطنين واللي غادي تمكن طبعا بلا شك غادي تمكن من انها تساهم الى حد دين كبير في التحكم في هذه الاسعار قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع تواصل اجتماعي